اتسعت في القهراء مجزل اهم الاخبار اهلا بكم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تنطلق اليوم فعالية المؤتمر الدولي 27 للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في وزارة الاوقاف حيث يبحث هذا المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين موضوعات حول دور القادة وصنيع القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الارهاب والتحديات المختلفة تصدر المحكمة الادارية العليا اليوم حكمها في طعون المقدمة من الرئيس الاسبق حسي مبارك ورئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف وزير الداخلية الاسبق حبيب العدلي على الحكم الصادر بلزامهم بدفع تعويضات المالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة عيث الاضرار التي تسببوا فيها بقاطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت ابارة ثورة ينايا حالث المبعوث الاممي لدى ليبيا مارتين كوبلر مجلس النواب الليبي على تسمية لجنة للحوار لبحث الاتفاق السياسي مع المجلس الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني وقد شدد كوبلر على الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات سيبقي الاطار الوحيد او سيبقى الاضار الوحيد الموضي قدما في اية عملية سياسية مستقبلية يأتي ذلك عقب تصويت من مجلس النواب الليبي على الغاء اعتماد اتفاق السخيرات والمجلس الرئيسي على اثر الاحداث الاخيرة والاشتباكات التي وقعت في منطقة الهلال النفطي الليبي اعتبر رئيس الامريكي دونالد ترامب ان اي اتفاق سلام بين الفلسطيني والاسرائيلي يجب التفاوض عليه بشكل مباشر ما بين الجانبين واخلال اتصال الهاتفين دعا ترامب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى زيارة للبيت الابيض واضح الناطق باسم الرئيسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة ان الاتصال تضمن بحثا لسبب الاستنافة في مفاوضة السلام واشار الى ان الرئيس عباس جدد تمسكه بالسلام كخيار استراتيجي نهاية هذا المجازة شكرا لكم وإلى مرتقع